أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسدر الناس أشتاة لإروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شر يرى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نطعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا أبو عثر ما في القبور وحس لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاويا وما أدراك ما هي نار حاميا بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زغتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترضن الجحيم ثم لترضنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَسَةٍ لُمَسَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدًا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدًا كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحُطَمَا نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَا إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدًا فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا صَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَى وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَدَعَ لِلَّهِ دَى